شهرة كبيرة حققتها الفنانة المغربية رجاء قصبني بعد فوزها بلقب برنامج The X Factor وبأول أغنية قدرت تحط لنفسها بصمة مميزة في عالم الأغنية العربية من لأن حكاية جوازها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة حطها في موقف محرج وبسببها اضطرت تعلن تطبطها السري طب مين هو جوزها وليه ما عملتش حفل زفاف كبير زي باقي المشاهير ده اللي هتعرفه معايا في الفيديو ده اتولدت رجاء قصبني في 20 مارس سنة 1979 لعيلة فنية من الطراز الرفيع فوالدها بيعز فعود بالرغم من كونه طيار في الأساس أما صوتها المميز هو راسته عن والدتها أنك تتمتع بصوت طربي قوي بس الغريب أنها ما كانتش بتفكر في احتراف الفن في صغرها وكان اهتمام أسرتها منصبة على موهبة أختها إيمان أنك تتمتع بصوت فريد وده لحد ما بقى عندها 12 ونص لما قررت تعلن عن موهبتها بالاشتراك في برنامج نجوم الغد سنة 1993 وفعلا نجحت في تحقيق المركز الأول على مستوى الدار البيضاء أسرة رجاء كانوا خايفين من أن الغنة والفن يأثر على مستوى بنتهم الدراسي فمنعوها تفكر في الطريق ده بدري بدري واشترطوا عليها تكمل دراستها وفعلا اتخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبدأت حياتها المهنية في حتة بعيدة تمام عن الفن واشتغلت مضيف الطيران على متن الخطوط الملكية المغربية ورغم نجاحها المهني إنها ما كانتش مبسوطة وحسة دايما إن شغف الفن بين ديها أول محطة لاجأت ليها رجاء لتسليط الضوء على موهبتها كانت مشاركتها في برنامج ستار أكاديمي إنها قررت تنسحب بعد ما طلبوا منها في الكاستنج إنها ترقص فأنت لهم أنا جاي أغني مش أرقص ده غير إنها ما كانتش مرتاحة لفكرة الكاميرات المتسلطة على المشاركين 24 ساعة الانطلاق الحقيقية لرجاء في عالم الفن كان بعد مشاركتها في الموسم الأول من برنامج The X Factor واللي قدرت تفوس فيه بالمركز الأول بعد منافسة شرسة بأعلى نسبة تصويت وعلى طول مضت مع شركة روتانا وطرحت أول أغنيها استغربت لحال الدنيا واللي حققت نجاح منقطع النظير وكونت بيها قاعدة جماهيرية عربية وسعة وتوالت بعدها أغنيها النكحة وفي 2021 قدمت نفسها كمزيع من خلال برنامج هل تجرؤ في 2015 انتشر إشاعة قوية عن جواز رجاء من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وفي الوقت اللي التزم فيه الزوج السابق للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي الصمت نفت الفنانا مغربيا إشاعة دي وكتبت لم أذكر لأي وسيلة إعلامية اسم خطيبي ولم أصرح لأي كان بأنه فلان أو فلان أنا ارتبطت فعلا وخطيبي رجل أعمال طليق فنانا لكن هويته هو أمر شخصي يبقى تحت رغبته بالإعلان أسفى على أي سوء فهم واعتذر للأستاذ أبو هشيمة المحترم عن إقحام اسمه في الموضوع اتهامات كتير لحقت رجاء بإن هي اللي روجت للإشاعة دي عشان اسمها يتردد على الساحة بعد فترة اختفت فيها نتيجة فسخ عقدها مع شركة روتانا إلا إنها أكدت إن الكلام ده مش صحيح بدليل إنها كانت مخطوبة بالفعل وقتها ووضحت إنها تجوزت سنة 2016 بعيد عن الأعلام والأضواء حتى إنها ما عملتش حفل زفاف وده بسبب مرور والدها بحالة صحية صعبة منعتها من الاحتفال بشكل مباهر وضخم رجاء لحد دلوقتي مش عايزة تعلن عن اسم جزها في الوقت اللي كشفت فيه عن إنه زوج سابق لفنانة مشهورة وهو عربي مسلم من أم يونانية وعن أهم الصفات اللي جذبتها لي قالت إنسان خلوق ويحبني أحث معاه أبو أنستي ومتفهم لعملي وأنجبت النجمة المغربية مولودها الأول في إبريل 2018 ونشرت صورة واحدة لي لحد الآن حتى إنها ما ذكرتش اسمه واكتفت بكلمة ملاكي فهي حريصة جدا على إبعاد حياتها الشخصية عن الأعلام انتقادات قوية دايما بتتعرض لها رجاء بسبب إطلالتها الجريئة وملابسها المكشوفة سواء في صورها أو مقاطع الفيديو اللي بتنشرها إلا إنها دفعت عن اختياراتها وقالت كل واحد حر ينبس اللي عايزه طالما إنه مش بيخدش الحياة أنا محافظة على هويتي العربية المغربية في اختياراتي الفنية وفي إطلالاتي